العديد من الأسباب بتخلينا الورج عندنا في الحديقة يطلع مشوه، مجعد، متعروج، متاكل، بايز، ملتوي حاجات كتير جدا نشوف هنا جماعة مع بعض طبعا نعرف الموضوع هذا بيمر بأغلب الناس بصوا هنا تفحم، الورجة مفحمة هنا ممكن نقول إنها مصدية أو هنا الصدق هنا البابايا الورج متآكل هنا أوراق الحمضيات ملتوية زي ما احنا شايفين هنا التواء رهيب مع وجود للنمل في أوراق برضو الحمضيات هنا لون الورج الطبيعي المفروض أخضر داكن زي كده بصوا الورجة هادي هادي الاسكيدانيا كيف شايفين هادي كيف لونها أصفر فاتح برضو هادي من العوامل إيش تاني شايفين سجيها مبرح بالليل يعني المفروض إن أصحى لاجي الشجرة مرعرعة جدا ما عدلتش فضلة نايمة ومن تحت لونها إيش لونها إسوي طيب الأمور هادي أكتر أمور بتخلينا كناس بنحب الزراعة وبنزرع نحتار ونتساءل إيش اللي بيعمل كده لازم نعرف الأسباب يا جماعة لو عرفناها هنعالج الموضوع بقمة السهولة اللي بيخلي الورج يتحر يلتي ويتشوه يتاكل حاجات كتير جدا فعايز أجسمها لكم نركز الموضوع هذا مهم جدا لإن بعدي هتلاقي نفسك ماشي في حديقتك في بلاكونتك عارف كل الأسباب اللي بتأدي لهذا الأمر وبتعليجها بقمة السهولة يعني فيه حلول أصلا محتاجة مش علاج محتاجة تعديل حاجات معينة طيب نيجي في البداية جماعة عايز أشرح لكم على السريع إن أنت في عز الصف والحرارة تدي الشجر مية ساعات بيحصل له صدمة فبتبقى الورجة كده مش عارفة تحتفظ بالمية اللي فيها والحرارة زايدة وفي نفس الوقت عشان الجوحر بتدي مية فبيحصل مشاكل للجزور ولو قوة الشجرة فبتقدرش تلوم نفسها تاني لأنها من قوة الحرارة بتفقد المية اللي فيها فبيحصل لها صدمة مسجية لكن الرطوبة زيادة عشان بتديها مية والجوحر والصيف الحل في الموضوع هذا وفي النهاية بتلاقي الورجة بتحترق يعني بتموت يا إما الورجة بتسود يا إما بتحترق أو بتصدي الحل في موضوع إن إحنا يكون الجوحر جدا وندي مية فيحصل رطوبة والنبات يتصدم هذا أول حاجة لازم نراعي الانتظام في الراي بتسجي في الصيف يومي في معاد محدد تفضل عن نفس النمط أو يوم بعد يوم في نفس التوجيط نبعد أوجات الحرارة وما نرشش الأوراق بتاعت الشجر برزاز المية هذه أول وأهم حاجة التقليم الجائر الزايد عن اللزوم بيؤدي لهذا الأمر وممكن الشجرة يحصل لها صدمة ويحصل لها نفس الأمر التسميد المفرط ما نسميتش بزيادة حتى لو الفترات الطبيعية في الشتاء أو الربيع ما نحطش كمية كبيرة عالية جدا غير إن إحنا ما نسميتش بالحاجات القوية زي المخلفات وكده والإنبي كيه بصورة كبيرة في أوجات الحرارة فالتسميد المفرط التقليم الجائر أو إن إحنا عدم انتظام الراي في أوقات الحرارة هتخلي الشجرة الأوراق ما تعرفش تحتفظ بالمية وما حصلش تمثيل ضوئي وغذائي كويس وتبدأ بقى يا الجزور تضرب يا الشجرة تضرب وإحنا مش عايزين كده هنا يا جماعة الالتواء اللي بيحصل هنا هذا باين عليه على طول إن هو صانعة الأنفاق وهنا حافرة الأنفاق فنبقى عارفين على طول تمام؟ في ناس بيجيب مبيدات حشرية طبعا يا جماعة على طول هوا بصوا بتدخل الحشرة بتدخل بتمتص العصارة اللي جوا سواء المن أو الزبابة البيضة أو صانعة الأنفاق بتمتص وبناء عليها بيجي النمل فبتلاقي الورج يبدأ يتلولى ولإن العصارة بتفقد من حتة معينة فالورج بيبدأ يلولى بالشكل هذا يا مبيد حشري يا مبيد حشري وما برجحوش بعيد عن الكيمويات خالص ممكن بجأ إيش الحل الثاني الرائع إن إحنا نجيب صبون غسيل الأطباق اللي بنغسل بيه الحلل والمواعين ووريتكو قبل كده أو اللي بنغسل بيه الملابس بس يا بابا أو اللي بنغسل بيه الملابس نقدر نجيب منه نقاط صغيرة ونحطها عمية والرش الأشجار كل أسبوع أو أربع تيام مرة فترة المساء بالرش الأشجار عشان الموضوع بتعل التواء والمن والزبابة البيضة والحاجات هذي والتفحم والتصدق اللي بيحصل في النباتات قلة النيتروجين في الطربة بيأدي لهذه المشاكل قلة النيتروجين فبرضو نسمد بحاجات فيها نيتروجين عالي أو نحط شوية شجر أخضر دايماً زي ما قلتلكو مع الطربة من تحت قلة البوتاسيوم الحديد من الحاجات برضو اللي بتأثر جداً فنوازن ونبقى متأكدين إن إحنا بنحط المخلفات بتاعة المواشي والحاجات هذي والطيور حلوة في مواعيدها الصح ما نزودش منها عشان فيها قلة نيتروجين وكده بس بابا أو إن إحنا قلة البوتاسيوم والحديد قلة شاطر شاطر مهمين جداً يا جماعة طيب الجفاف الزائد لما الجف زيادة طربة يعني تتباعت فيه إن إنت تزجي مية ويكون الجو حار جداً على طول تضرب الجزور إن نباتي يجف ورق ويتحرج بسبب الجفاف فإوعون بعد بين الفترات في الجو الحار تآكل الأوراق بالشكل هذا لما تتاكل مننا أوراق النباتات بالشكل هذا اعرفوا على طول إنها إيش فيه الخنفس اللي لونه بورتوجاني أو الزبابة البيضة حاجات كتير جداً بتيجي أو الحلزون الصغير اللي سنيلز هدول كلهم برضو والصابون السايل أو المبادات الحشرية والأفضل الصابون السايل لهذا الأمر زي ما قلت لكم كل 3-4 تيام مرتين في الأسبوع فترة المساء بالليل والدنيا طراوة ويكون النبات أصلاً مزجي مش عجفاف نقدر نرش رشة بش صابون السايل أو غسيل الملابس نقاط صغيرة أو شوية بضرة على مية ونقدر نعملها بتبعد ولو ما أصرش بنغير بنجيب خل ما أصرش بعد كده بنحط صابون يعني قدامنا الثلاث حلول الخل خل التفاح أو الأبيض والصابون السايل بتاع غسيل الأطباق أو الربس اللي هو البودر اللي بنغسل بيه الملابس يبقوا الثلاثة عنا عشان لو ما رحش خلال رشة اثنين نبدل عشان ما يتعودش عليها اللي هو الزبابة البيضة أو المن أو الخنافس أو السنيلز اللي هي الحلزون وبيقضع عليها وبيبعدها عنا عن الحديقة خالص وهذا زي ما قلنا لما تكون مصفرة زي عادة عن اللزوم يعرفون فيه مشاكل جلة عناصر أو ساعات بتكون قوة الشمس مرة واحدة والصف دخل علينا فمحتاجين نبعد النباتات عن الحرارة والانتظام في السجل عشان ما زيتش الرطوبة والجزور تتعفن أو تتضرر فأمور كتير جدا جمعة لزن نلاحظها هذا كده التواء من الأوراق في شجرة الكمترا بدون سبب هذا حرارة هذا حرارة حطيت الشجرة في مكان دخل عليه حرب زيادة الأوراق كانت طبيعية جدا وبدأت تعفوا وبدأت تتحول لشكل هذا إذن زيادة الرطوبة والحرارة نبعد النباتات ومنتظم في الرايف تعالى و بس بابا قلة النيتروجين تعالى 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 لبابا بصوا عندي الجوري كيف ورق الجورة جماعة بيلاقيها بالشكل هذا والورق بيلثوي هدم الحرارة وزيادة الرطوبة وبحصل تشوهات في الأوراق عفونا جماعة دوشة الملهم باشا فكده جملنا أغلب الحاجات إذن الرطوبة الزايدة ننتظم في الرايف في الحرارة الشديدة نبعد النباتات عن الحرارة الشديدة زي ما أنتوا شايفين ما نجففش النبات ويبقى الجفاف زايد عن اللزوم قلة النيتروجين والبوتاسيوم والعناصر والحديد انعدلها ما نقلمش تقليم جائر ما إن سميتش تسميت زايد بزيادة مفرط وفي ساعات بتبقى عدوى فيروسية غالبا بتكون ساعات برضو في هذا في وراج الجوري بنلاقي الأوراق بتطلع صغيرة جدا والورود صغيرة هذه العدوى الفيروسية الوحيدة اللي ملهاش علاج بنشيل الأوراق كلها يعني لما ندي علاجات ونلاقي ما فيش حل يعرفوا إن هذا فيروس بينطقل اللي نباته وغالبا بيجينا من بره من صديق أو من مشاتل في اللحظة هادي بنشيل الأوراق كلها لو برضو انتشر أكتر بنشيل النبتة كلها ولازم نبعدها عن البيت إذن المن الزبابة البيضة البق الحاجات هادي كلها والصناعة الأنفاق اللي بيمصوا العصارة وبنان عليها بيتلمي النمل والحاجات هادي برضو نخلي بالنا جدا نديها زي ما قلت لكم الصمون البيتاع كده شملنا كل شيء وهادي أغلب الحاجات اللي بنشوفها في الشجر يتفحم يتصدق يأما تآكل في الأوراق يأما زيادة حرارة يأما عنا مشاكل زي المن والحشرات ولو لجينا النمل على طول نتأكد إن هي منها أو الزبابة البيضة وبالذات في الحمضيات والحاجات هزاي حنا شايفين أو إنه يكون نوع من الفيروس معين بطلع تشوهات زي مثلا ورد الجور تلاقي الأوراق صغيرة والورود بتطلع متشوهة وصغيرة أو الرطوبة الزائدة زي ما قلنا والحرارة الزائدة نبعد النباتات وننتظم في الري زي اللي شرحته لحضراتكم أو قلة عناصر نيتروجين بوتاسيوم حديد أهم حاجات اللي بتخلي السفار يزيد عن اللزوم أحلى مساء عليكم ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية وزي ما أنتوا شايفين لو اتبعنا الخطوات اللي قلتلكوا عليها وفهمناها دلوقت في الفيديو هذا مهم للغاية هللاقي نفسينا بعد كده بنمشي في الحديقة بمجرد ما نشوف أي ورقة أو شجرة على طول بنعرف العلاج والأسباب والمشاكل وبنحلها بقمة السهولة وملهم باشا أنا آسف من دوشة يا أنا جماعة ونمشي على هذه الخطوات و أهو تعال تعال عمل إن دوشة ليش اليوم أحلى مساء جماعة الموضوع هذا مهم جدا بأمانة لأنه من أكتر الحاجات اللي لو عرفناها أكم خطوة إيش الفيروسات إيش المشاكل إيش مش عارف إيش هللاقي نفسينا بعد كده بقمة السهولة بنحل هذه الأمور أحلى مساء ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية وهو بتهالي شفنا كل حاجة هنا وعرفناها والسلام ختام السلام باي سلام سلام عليكم